في الوقت الذي يقول فيه القضاء في العراق أنه يتابع قضية التنصت واسعة النطاق ضد السياسيين وزعماء الميليشيات إلا أنه في الجانب الآخر تجري محاولات لطمس الحقاق ظهرت بعدة أشكال ومنها حجب تقرير فضح تفاصيل شبكة التجسس بحسب معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى والذي قال إن المجلة الألكترونية نيو ريغون اضطرت إلى حذف تقرير من موقعها كانت قد نشرته الشهر الماضي يتضمن معلومات بشأن عملية التنصت التي تورط بها مكتب رئيس الحكومة السوداني بعد تعرضها لضغط سياسي مرسه مدافعون عن السودان في إيران معد واشنطن بيّن أن الجناح الإعلامي لمكتب السوداني تحرك بسرعة لقمع الموقع الإخباري بسبب انتقاده لقائد فيلق القدس مع القاني والذي أجرى جولات مكوكية في بغداد بهدف تهديئة وتيرة المعارضة المناهضة للسوداني من قبل خصوم له داخل الإطار التنسيق الطائفي حاولوا تجريده من جميع حلفائه تقرير المعاد الأمريكي جاء موافقا لما أكدته وكاة رويترز بشأن تشديد قاءاني على زعماء الأحزاب والميليشيات بعدم زعزعة حكومة السوداني وضرورة التخفيف من حدة الانتقادات بعد الكشف عن شبكة التجسس كما نقل قاءاني الأطراف السياسية والمسلحة خلال اجتماعاته في بغداد موقف طهران من ضرورة احتواء الأزمة بشأن خلية التنسط والعمل على تهديئة الأوضاع لضمان عدم التفريط بحكومة الإطار التنسيق لما فيها مصلحة وحدة الطائفة ومكاسب إيران ورغم تسبب قضية التنسط في إنهاء حلم السوداني في الترشح لولاية ثانية لرئاسة الحكومة بحسب أطراف سياسية في العراق إلا أنه وبحسب مراقبين كان السوداني محظوظا من جراء تراجع الاهتمامات بالملفات الداخلية ومنها قضية التجسس وأزمة نور زهر وقضية التزوير في جداول الموازنة بسبب تصدر الأحداث التي تحصل في لبنان وغزة للمشهد الإقليمي والدولي